بعد صدور مسودة تعديل الدستور يثير خبراء في المجال القانوني مسألة الأحكام الانتقالية في حالات شغور منصب رئيس الجمهورية التي كانت محل نقاش خلال الانسداد السياسي الذي أعقب استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة مسودة الدستور التي وزعت على مختلف الفاعلين اقترحت امكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية ومنحه دورا سياسيا ودستوريا هذا النائب الرئيس بما انه سيتولى تسير الدولة ولو لفترة قصيرة فانه يعتبر في نظر رجال قانون خاصة رجال قانون السوري غير شرعي من ناحية الدستورية طبعا لماذا؟ لانه اولا كما نكرر هذا للفائدة للتوضيح لانه اولا غير منتخب ثانيا لم يؤدي اليمين الدستورية وثالثا ربما لن يكون لن يكون عليه ريضة شعبي ونحن في حاجة مسا الى استقرار الى هدوء الى تسير شؤون الدولة لا سيما وقت الفراغات المؤسستية لا سيما وقت الازمات لا سيما وقت الشدة كما يقولون فحوى المادة مئة او اثنين في الدستور ساري المفعول المحددة لحالات شغور منصب رئيس الجمهورية وجهت في مرحلة الحراك الشعبي عديد الانتقادات بسبب الانسداد السياسي الذي حصل لكن خبراء في القانون الدستوري اللحون على ان روح المادة مئة او اثنين ما يقابلها في المادة ثمانية وتسعين في التعديل المقترحة هي الضامن لاستمرارية مؤسسات الدولة اثناء الازمات السياسية للأحكام المتعلقة بحالة شغور منصب رئيس الجمهورية التي وردت في الدستور فبشكل عام لم يطرع عليها تغيير كبير الا ما تعلق بتولي نائب رئيس الجمهورية مهام رئيس الدولة بالنيابة وكذا اكماله لمدة العهد الرئاسية في حالة انه هال استحالة او في حالة شغور ما كانت كان شغورا كاملا شبه الشغور ان استطعت ان اسميه في المنظومة الدستورية الجزائرية مسألة متداولة ولكن انا اؤمن ان المؤسسات الدستورية عليها دوما ان تذهب للحل الاقرب الى النصوص الدستورية في حالة عجز هذه النصوص والحل الذي يحافظ على المؤسسات الدستورية ويحافظ على الدولة بشكل عام بين مطالب تنصيص واضح لبعض الاحكام الانتقالية في الدستور الحالي واخرى تتمسك بابقاء هذا المنطق الدستوري حفاظا على استمرار مؤسسات الدولة يجمع خبراء على ان مناقشة مسودة الدستور يجب ان تأخذ بعين الاعتبار التجربة السياسية التي عاشتها البلاد خلال 2019 لتفادي تكرارها مستقبلا اشتركوا في القناة